اشتركوا في القناة وسفينة النجاة قلت له شنو هذي اريدك شرح لي اياها قل لي ابو عالي شرحها يطول بس اوجزها اليك قلت له نعم سيدي كل اذان صاغية الجنابك الكريم قال الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة لولا دماء الحسين لما وصلنا الى البحث عن الامام الحجة من الحسن مصباح الهدى اذا انت عندك ظلمة او عالم مظلم يحتاج الى نور فهذا النور كان دم الحسين شايفيلكم السراج لا يتوهج الا بزيت وهذا السراج الذي يضيئه قلوب المؤمنين هو زيته دماء الحسين ولذلك هذا الامر اقشعر منه بدني يعني طاعت براسي قال الحسين وصل حالا اليكم ان دمه هو هذا الزيت الذي يضيئ لكم بصيص الامل لكم ما بقيه وهو الذي بهذا الامر يزيل منكركم كبائركم موبقاتكم لو لا دم الحسين لم يبقي عليها باقية فالامل بدم الحسين ولذلك مصباح الهدى يهديكم الى من الى ربكم الى الامام الحجة كان الحسين كل هذا اللي سواه حتى يوصلنا الى لمن الى صاحب القدرة الالهية الامام الحجة ابن الحسين لو لا هذه الدماء لصرنا مثل ذول المسخ الناصبين العداء لان هذا الضياء ما شملهم ولا رح يشملهم الا ما ندر لان لا زالوا يمجدون بالظلام واصبح الظلم المعتم يزيد ومعاوئ السقيف اذا يقول هذا الدم الطاهر اللي اريق بكربلاء وسفك في كربلاء اصبح زيتا يضيئ نوره ما بين السماوات والارض ويفتح بصائرنا للبحث عن الامام الحجة ابن الحسين روحي لمقدمه الفدى روحي له الفدى يقول هذه القضية كل عصر او كل يوم يحتاج مصباح عندك التشمس وقمر يقول هذا القمر بدون ضوء الشمس لا يكون قمرا يقول الفضل بضياء القمر المن الى الشمس والفضل على الارض بضياء القمر على الارض يقول ان فاطمة الزهراء هي الشمس وهذا القمر الذي يضيئ هذا الكون كله دم الحسين يقول دم الحسين الان هو النور الساطع ما بين الشمس والقمر يتلألأ يوميا يخليك تبحث عن شي جديد مصباح الهدى يعني انت حاط لك مصباح وتمشي كامش وتمشي بدون هذا ظلمة معتمة لذلك هذا المصباح وين يقد بيك اذا انت حاط لك مصباح لازم رايح الى هدف اذا انت شاع المصباح لازم تريد تقرأ اذا انت بدون هذا المصباح لا راح تشوف لا راح تقرأ لا راح ترتاح لا راح تبصر بصرك يقل اذا هذه الدموع التي تنزل من عينيك على مصاب الحسين واستشهاده نتيجة ما شنو ما اراد هذا المصباح اللي خلاك بصرك يقوى لان بالبكاء على الحسين ما يعمل انسان لا تتوقعون واحد يبكي على الحسين ويعمل لان هذا قرض ومن يقرض الله قرضا حسنا هذا القرض لانك تواسي فاطمة الزهراء باستشهاد الامام الحسين عليه السلام المطلوب من مصباح الهدى وسفينة النجاة شو الامام الحجة مو سفينة نجاة لا الما يركبوا بسفينة الحسين ما يقدر يوصل للسفينة النجاة ما يقدر ليش لانه الماء عنده مصباح ما يقدر يشوف السفينة ظلم الدنيا يروح بالبحر ويروح بالرجليان اذا السفينة مرتبطة بالمصباح والمصباح مرتبط بالسفينة حتى يوصلك الى الامام الحجة الحسين سفينة النجاة حتى توصلك الى بر الامام الحجة اذا الان مصباح الامام الحسين هذا المصباح العظيم اللي سراج من دم الحسين اضاء الكون كله للي يريد يبصر وهذه السفينة لا تتسع الا من يحب محمد وآل محمد ومؤمنن بالولاية وين توصلك هذه السفينة توصلك الى الامام الحجة يعني بدون سفينة الحسين لن تصل الى الامام الحجة وبدون المصمع لن تستطيع ان تستدل على السفينة ما يصير انت عرام وتبتش على الحسين ما يصير انت زاني وتبتش على الحسين الحسين ايجا يصلح الامة اذا انت فاسد او زاني او قاتل وفتوتك بجيبك اللعينة تقتل بالشارع مثل ما تريد اشلون الحسين ايجا المن ايجا يصلح الفاسدين ايجا يقضي على المتآمرين على الله وانت اول متامري وين راح توقع بالسفينة اذا انت ما شايف المصبع شلون راح تشرد البحر من جدامك والبر من وراك والعدو هالقادم اليك ما عندك مكان تشرد للا شنو المصبع والسفينة عندك خلق دور على المصبع حتى تقدر حتى تقدر توصل للسفينة لذلك العقاب الالهي احنا نزيله بالتضرع بعدم الغيبة بعدم الزنا بعدم عكل العرام بعدم شهادة الزور بعدم الارتكاب على الناس تنقش وحقكم شلون الصبح يقشع ضواء ضوء الشمس يقشع يزيل يجلي الظلام داعتهم علمية جاعدين على الكتب البالية مالتهم مو قلتلك الله يريد يعلم واحد يحقلي لمعلم يخلي لنور يحط بقلبه ويخلي يفتهم لذلك انا من اجيت قلت للمعلمي قلت لشرح لي اياها قل لي يا ابني سؤال اسألك سفينة نوح كانت تتسع للعالم كله نوح من سواها ليش خل من كل زوجين اثنين لكن لو امن او كل الناس او ثلثين الناس تتسع سفينة نوح قلت لطبعا تتسع قال سفينة الحسين هي ما بين السماوات والارض ولكن يراها الذي يفعل الذنوب يراها بكبر الكف لا تتسع لقدميه لانه ليس عنده مصباح يرا السفينة يراها مشوشة واللي ما يرا السفينة كيف يصعد في السفينة اللي انا الان سفينة على البحار واني اعمى ما اعرف هوين راسية خوش اذا هذا الاعمى اجا نوع من بصيص الامل وانفتح جزء من عين يشوفوا السفينة رغم ان سفينة الحسين تتسع الى العالم السفلي والعلوي ولكن حينما يكون ذنبك كبير ترى سفينة الحسين بكبر الكف لان حتى لا تستطيع ان تكون فيها وحينما يكون عندك دين ترى سفينة الحسين تتسع الى العالم كله هذا الامر يحتاج من عدكم الان اعادة نظر بسلوككم الملحاط انتم ونسوانكم واطفالكم اتجهوا لصلاة الليل للعبادة للدعاء للاطم للاستغفار للتضرع من اجل الركوب في سفينة الحسين ومن اجل هذا المصبع ترونه مصبع حتى يصلكم الى سفينة النجاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة